ثقافة أمنية وقانونية نهايات مغرية وبيطلعك بنهايات مضنية بننظر لهذا الفعل يا أخوان من منظور القانون لأن نظرة القانون أكيد بتكون مختلفة عن نظرة البعض لجريمة النصب والاحتيال بمعنى أنك قد تتهم شخص بأنه نصب عليك وانت في اعتقادك وبالك بأن القانون سوف يقتص الحق منه ويراجع لك ولما ما تسترد حقك بسبب خطأك وعدم حذرك بترجع باللوم والتذمر بأن القانون ضعيف وما أنصف الحق على الباطل قبل كل شيء وبإجاز شديد خلونا نقف على مفهوم الاحتيال واللي هو يعني الكذب المدعم بمظاهر خارجية يعني مو كذب عادي أو مجرد بمعنى يأتي أي واحد ويقول لك ويدعي أي كلام من دون دليل أو إثبات وتروح تصدقه وعلى طول تدفع لها فلوس ولمزيد من الإضاح بنسوق الأمثلة التوضيحية التالية المثال الأول شخص ادعى بأن مالك بناية أو سيارة على خلاف الحقيقة وبدون ما يقدم ما يثبت ملكيت الزائفة قمت أنت بناء على كلامه وكذبه المجرد من أي دليل أو حتى حضور شاهد من طرفك وناولته بيمناك العربون وعقب ما استلم النقود اختفى وصار فسم الحذاب وهني بتكون أمام واقع مزعج لأنه لما تتواجه معاه في مركز الشرطة أكيدا ويقينا بيانكر وبيقول ما استلم أي مبالغ من عندك هذا طبعا وأصلا إذا ما غير رقم تلفونه واختفى عن الأنظار وهني بتكون يا مشتري في موقف لا يحسد عليه وحلالك مهدد بالضياعة لأنك حتى ما بذلت أدنى درجات الحيطة والحذر اللي يازم تتوفر في الإنسان العادي وما كلفت وما طلبت منه على الأقل ما يثبت ملكيته للعقار أو السيارة المثال الثاني أحضر المحتال أوراق مزورة عشان يثبت ملكيته للمبنى أو السيارة أو دعم مزاعم الكاذبة واستعان بشهود كذابين مثله أو أعد مكان وحط طاولة وكراسي عشان يتقن عملية النصب ويوهمك بأن رجل أعمال وصاحب سمعة وأموال وانطلعت عليك الحيلة وسلامت المكسوم في هذه الحالة القانون بيتصدله وبيكون موقفك في القضية متماسك لأن الكذب اللي شرع فيه المحتال مدعم بمظاهر خارجية يعني فيه أوراق وغيرها من الإثباتات تخلي هذا النوع من الكذب ينطلي على الإنسان العادي وفي نهاية المطاف وفي جميع الأحوال لا التعامل في معاملاتك إلا بالأوراق لأنها بتحميك في أوقات الاختلاف والمؤمن كيسوا فطن مع تحيات الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية اشتركوا في القناة